نمسك الختام بإذن الله اسمحوا لي بس في البداية كده نروح المغرب نتطمن على أخبار بعستنا من زميلنا فاروق صلاح تحياتي لك يا فاروق وتحيات نجوم من السودة التحية كابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سابت طبعا في البداية كل شكري لك يا كابتن سامة برحب بحضرتك وبرحب بكباتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد دار ثابت وكل مشاهدينا مشاهدي متباقي شاشة القناة الأدرالي في كل مكان طبعا وببارك لقطاع النشئين في النادي الأهلي والفريق 2006 تتويجه ببطولة الجمهورية للنشئين موليد 2006 نتمنى لهم طبعا التوفيق النهاردة في مباراتهم أمام فريق زد أخبار بعستنا فاروق آخر الاستعدادات يعني طمننا وطمن كل جماهير نادي الأهلي أقول لك كابتن سامة يعني بالأمس كان التدريب الأول لفريق النادي الأهلي على ملعب العربي الزولي اللي بيستضيف تدريبات النادي الأهلي بدءا من أمس برحل التدريب أرض الملعب طبعا كان الدوري الكبير اللي أم به الكابتن سادعب حفيز والكابتن سامير عدلي في الحضور إلى المغرب قبل وصول البعثة للتنسيق والترتيب على الأمور الخاصة طبعا ببعثة النادي الأهلي وملعب التدريب ملعب من الملعب الممتازة جدا مخصص طبعا لتدريبات تفريق النادي الأهلي الأهلي قدى بالأمس مرانه الأول على هذا الملعب شايفين حالة الجدية اللي عند اللعبين التركيز الروح اللي موجودة بين اللعبين أمر بيضع مستر بيتسو مسماني في حيرة من أمره تقدر تتكلم أي 11 لعبين اللعبين إن شاء الله هيلبسوا أو هيرتدوا قميصا للنادي الأهلي هم مجازين لهذه المباراة بعض الأمور طبعا مستر بيتسو مسماني بيشتغل عليها بدءا من القاهرة هنا في المغرب كلها أمور طبعا إن شاء الله يكون الفريق موفق في هذه المباراة ويطبق هذا الفكر والشغل اللي بنشوفه من مستر بيتسو مسماني أيضا واللعبين طبعا قبل المران كان مستر بيتسو مسماني عقد محاضرة بالفيديو مع اللعبين طبعا نكلم على نقاط القوة والضعف الفريق الوداد البيضوي اللي تصريحات وليد الرجروجي المدير الفني بدأت تاخد اتجاه تانية كابتن أسامة إنه يتكلم على قوة النادي الأهلي أو يتكلم على قوة مستر بيتسو مسماني إنه هو أفضل مدير فني في القرى الأفريقية والنادي لهذا هو المرشح باللقب طبعا بيحاول يرفع الضغوط شوية عن اللعبي اللي طبعا فيه ضغط كبير جدا أنا عايز أقول لك برضو إن الأوسط بالضبط يا كابتني بالضبط يا كابتن أسامة بالضبط يا كابتن أسامة يعاول برضو إن فيه مجموعة برضو من اللعبين هتنتهي عقدهم في الوداد مع نهاية هذا الموسم ودي من الأمور برضو اللي بتضغط على دور النادي للوداد وعايز أقول لحضراتك نقطة في غاية الأهمية يا كابتن أسامة إن جماهير المغرب أو جماهير الوداد بالتحديد بنتابع كل التفاصيل بتتفرج على قناة الأهلي أنا أقول لك بصفة مستمرة متابعين موقع النادي الأهلي متابعين قناة النادي الأهلي في كل البرامج موجودين بيتابعوا وبيشوفوا كل الأمور طبعا في هذه الأمور اللي بتعرض خلال قناة النادي الأهلي أيضا استعداداتهم هم لهذه المباراة الفريق طبعا معسكر في مركز الرياضي لمركز محمد السادس بمدينة الرباط في معسكر الاتحاد المغربي طبعا موفر كل الدعم الكامل لفريق الوداد البيضاوي اللي بالأمس طبعا بدأوا طرح التذاكر وإقبال كسيف من جماهير الوداد على شراء التذاكر يعني بالأمس يتقدر تقولي أن الأعداد تجاوزت طبعا العشرين ألف متفرج اللي هما طبعا زي ما احنا متفقين يا كابتن أسامة اللي هما الجمهور العام لسه عشر تلاف التانيين بتوع جمهور الوداد المخصصين طبعا الإعلام هنا في المغرب بيتكلم على المباراة بيعرض برضو يعني مواطن القوة والضعف في النادي الاهلي وأيضا في الوداد إحصائيات بتبقى ما بين أليو ديانج وعمر السلية مع جبران والحسوني وأيضا يعني بتبقى مقارنات ما بين وما بين طهر محمد طهر حسين الشحات محمد شريف ومابنزة حمد شريف طبعا ستة أهداف مابنزة خمس أهداف النهاردة طبعا كان فيه اجتماع ودي من النقاط المهمة يعني خلينا ناخد النقطة بتاعة الأمس لزيارة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إصدارة النادي الاهلي ليه ملعب مركب محمد الخامس والتركيز على سلامته أمام بعثة فريق النادي الاهلي وليس الأمر متعلق بالفريق فقط ولكن أفراد الجماهير أو الجمهور النادي الاهلي ودي من النقاط للكابتن محمود الخطيب في كلامه دايما يعني في جلساته وفي أعداته مع السفير مع مسؤول الكاف بيفكر في جمهور النادي الاهلي في دور ليه مع الكابتن سيد مع الجوانب الخاصة بفريق ولكن الدور الأكبر جمهور النادي الاهلي القاتل اللي بيركز عليها مجلس إصدارة النادي الاهلي قمت المحمود الخطيب معالي الوزير العمري فاروق المهندس خالد مرتاجي الدكتور محمد شاوي السستر أنديل الكابتن حسام غالي المجموعة الموجودة تركزها وهدفها إزاي يوفروا كل الأمور الميسارة لجمهور النادي الاهلي ودي كانت الزيارة اللي بالأمس طبعا للنادي الاهلي عرض أنه يتنازل عن المدرج اللي بيضم 11 ألف متفرج مقابل أن ياخد مدرج بيضم 9600 متفرج مقابل أنه يكون في أمان شوية عن المدرجات الأخرى النهاردة صباحا كان فيه اجتماع من مسؤولي الكاف مع فريق النادي الاهلي اجتماع بيتم مع الفريق النادي الاهلي وأيضا اجتماع بيتم مع فريق الوديد طبعا اتكلموا فيه على الأمور التنظيمية وشددوا وأكدوا على أمور كتير جدا منها كابتن أسامة عدم استخدام الشماريخ عدم استخدام الليزر كلها من الأمور اللي بينها الاتحاد الأفريقي بلغ بيها ممنوع استخدامها في أرض الملعب وأكد مرة تانية أو مرة تالتة على الفار وفحص الفار وتقنية الفار الأمور الخاصة بهذه المباراة طبعا عقب الاجتماع كان فيه جلسة تصوير للعب النادي الاهلي إن شاء الله تبقى جلسة وشحلوا إن شاء الله تبقى جلسة التتويج بإذن الله ثم عقب الجلسة اللعبين في هذه الأثناء بيتناولوا وجبة الغداء هيكون فيه اجتماع لمستر بيتسو موسماني مع اللعبين في تمام الساعة السادسة والنصف ثم التحرك في تمام الساعة السابعة إلى ملعب العربي الزولي اللي طبعا استدفت ثاني تدريبات للأهلي اليوم بطمئنك طبعا على حالة اللعبين طبعا محمد عبد المنعم الدكتور رحمد أبو عبل قالين خلال 24 ساعة هحدد بنسبة جيرة إن شاء الله فرص لحاقه بالمباراة لكن تقدر تقول كل اللعبين جاهزين إن شاء الله لهذه المباراة كالترسام والبركة في الموجودين بنشكرك فروه شكرا جزيلا ومن هنا برضو بنشكر كل طاقم الصفارة وسادة السفير ياسر واثمان على المجهودات الكبيرة اللي عاملينها لناد الأهلي وأيضا لجمهور ناد الأهلي اللي هيسافر إن شاء الله أو سافر قبل كده علشان لقاء الأهلي والوداد المغرب نروح للقاء اليوم بقى وأبرز الأرقام والحصائيات علشان نستعرضها ونحللها مع نجوم نجوم السودة